جالي ألف مبروك أيوة بس ثانية واحدة دلوقتي من الثورة قطوم خاصش حامل كده تاني وفات سبع سنين بتعملي فيهم برضو بيتسان بيسس كده حيث تتروني ولا أي حاجة ولا أي حاجة برفض أي حاجة تجيل لكن جواكي أنت نجحت يعني كل خلاص جواي أنا نجحت وحتى يعني كان كل خلاص الناس اللي هم بيكلموني وكده كلهم بدأوا يقول البعض لا مدام ليلة بطلت مدام ليلة مش عايز تكمل كده يعني لحد ألف مبروك مدير الإنتاج اللي كان في مسلسل الأصدقاء مدير إنتاج في ألف مبروك وكانت الفكرة أن سيد أحمد حلمي عايز يعمل فيلم كله ناس جديدة خالص مفيش اللي هو بس اللي ممثل محترف فكلمني أقولت له لا ما أنت عارف أن أنا يا محمد بطلت ألا 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 بس طبعا أبعتلك السيناريو أما أقولك أنت أنت جنبنا ما تعدي وأنت في العربية كده أنا زيلهولك أقولت له طيب الغريبة بقى أن المنتج اللي هو السكامل أبو عالي كان زبون عندي في البنك وكنت دايماً أتاري أقول له مش هتشغلني بقى في السينما مش هتعمل لي حاجة فما جاليش عن طريقه وخالص كان بيفتكر أن أنا بهارج يعني وانا بيديني السكريبت قال لي أستاذنا أحمد نادر جلال فوق هو أستاذ أحمد طب تعلي سلمي عليه ثلاثة عادت معهم ربع ساعة مضيت ومضيت وقلت أنا أحارب الدنيا على الفيلم ده مضيت شاطر يا أحمد أحمدين قلت حارب الدنيا بس وروحت بقى قلت بص يا جماعة أنا جالي فيلم للجميع بقى أوكي شدوا جذبه وكده بقى ينقى لما الفيلم اتعرض حسوا أن أنا كان معاي حق